ساعات من الانقطاع مقابل ساعة واحدة للتشغيل هذا حال الكهرباء في أغلب مناطق بغداد فرغم اعتدال الأجواء لكن جدول التشغيل لم يعتدل ظل يميل وينحني ليشكل مخاوفا من صيف قادم والله ما هو كهرباء يعني تقريبا 5 ساعات بساعة مرة تجي مرة تبنجي مرة تنقطي يعني شغلة لا تشيء بالكهرباء والله تقريبا صغير يقل الشهر يعني احنا بالشتة ودنعان من شغلة الكهرباء زيان هاي الكهرباء مشكلة ما تنحل يعني والله هالأعظيم السحنة وكل يعتنش النهم يعني هذا الجو بارد عزمه ما البرد والكهرباء تطفئ زيان إذا بصيب شنون هاي شون هاي دمار هاي هاي مخاوف عمي مخاوف من الكهرباء بس العالم كلها مرضى وعالم ناس كبار نقول لك الغاز هل سمطيناهم نفط من عدة بعض الشكل نطيناهم نفط خام يعني هاي ما حد مسويه تجارة إيران ما تطينا الغاز هو شغلنا كله على الغاز زيان هاي بلد غني بشربك انت بسنة الفور وعشرين وما عندك كهرباء ولا معاناة ولا ضيم أكثر المتضررين هم أصحاب المعامل والشركات والمطابع أيضا فأدواتهم ترتبط ارتباطا وفيقا بالطاقة الكهربائية وتلكؤها يلكئ العمل وتوافرها أصبح أمنية بعيدة المنال كما يصفون والله ناذا تنقطع الكهرباء يعني المكان مؤقتنا كلها رح توقف بعد يعني ماكو عمل لا طابعات لا حدادة يعني شغلنا كلها رح يوقف فالتأثير الكهرباء علينا يعني كل أحواله يعني خسارة عني لما نوقف شغل بعد ما تقدر تكمل عملها تدفع إجور إيجار أموال كلها كل هذا حساب ما نقدر نشغل المكان نحن على المولدة المولدة هو الشيء الكهرباء موالتها والترددات مالتها تختلي ترمش ما تشتغل المكاين ثاني شيء نشغلها على الوطنية تشتغل الوطنية ساعة تطفى تخربنا الشغل المكان تعرف أن تطفى رفاجة الكهرباء تخرب حتى الشغل لا نقدر نطبع عليها لا نقدر نشتغل على المكاين الـ CNC مثلا فمشاكل الكهرباء ندفع هوهمة على الكهرباء ندفع عنها مثلا من 9 الصبح للخمسة العاصلة ندفع عنها 175 ألف دينار انقطاع الغاز تعطل أنابيب النقل أو خلل في المنظومة حجج مستمرة تطرحها إيران والوزارة تعلن بشكل صريح أن أي شح بالغاز وقت ما حل انخفض تجهيز الطاقة يعني ما أخفينا مخاوفنا من شح الغاز باعتبار أن المنظومة هناك محطة تعمل على الغاز الوطني هناك جزء يعمل على الوقود الوطني وجزء يعمل على الغاز الإيراني ما يعني حاجتنا مستمرة للغاز الإيراني انحصار اطلاقاته توقفك الذي يحصل اليوم أدى إلى تراجع الانتاج وانحكس على ساعات تجهيز الكهرباء إن شاء الله استفهمنا من الجانب الإيراني تبين أنه موجة برد استدعتهم زيادة الطلب على الغاز وإيضا انجماد لبعض أنابيب النقل للغاز إن شاء الله بمجرد اعتدال موجة الحرارة سيعاوض ضخل الغاز الإيراني ويعاوض وضع المنظومة الطبيعية إن شاء الله لا تنتهي معضلة الكهرباء إلا بالانتهاء من الاعتماد على المصادر الخارجية وإنتاج غاز محلي يتساءل المواطن عن مصير الطاقة الكهربائية فرغم كل المحاولات إلا إن الانقطاع سيد المشهد والاعتماد دائما على المولدات الأهلية عمار غسان قناة الرشيد بغداد شكرا